طيّر اوكي نحن الآن بعد ما صلحنا للشكل هذا تمام حق الطاولة ننسي الآن ناخده نحطه فين داخل غرفة أول شي ببعض سيف أز وبحفظه داخل أخونا في الله اللي اسمه ايش اشمون قيت هنا وصلت نستكتب 3D Max احفظه وابضله ايش نحق التلفن احفظه قلنا بصيغة ايش 3D Max وايش نسميه خلينا نسميه طاولة 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 table كده table صح هذي يأ تي اقول ليش save خلاص الآن بعد ما احفظتها ارجع افتح الملف حقي الأول اللي هم من فين من فين افتح احفظه طرحت بسطح المكتب صح نعم احفظه 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 بنفس الطريقة بارح الى سطح المكتب تمام واسم الطاولة كانت table صح هذي احفظه 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 ميرج قبل ما افعل له ميرج فيه حاجة لازم افعلها اتأكد منها بالعادة كل الحاجات اللي موجودة معايا اخفيها لماذا اخفيها احفظه احفظه لماذا احفظه لانه لما ادخل الملف في بعض الاحيان يكون معايا كل واحد لحاله وانا مش فاعله جروب صح انا قد شرحت الجروب او لم شرحش الجروب شرحت الجروب احفظه 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 الان كل شكل جاي لحاله هذا الحاله هذا الحاله هذا الحاله صح او لا انا اول حاجة اصلاح لهم جروب من قائمة جروب اقول اوكي بعدين بتغطيب بالزر يمين اقول ايش انهيد اول طيب ادخلت الطاولة حقي هذه واشتع احطها على اساس طب باحطها مثلا في هذا المكان مثلا اوكي امم طيب حطتها بالطريقة هذي صح؟ اوكي الآن خلينا نبدأ نصلح ماتيرياليس عد باقي معانا حايو او ما عد باقي معانا شيء طيب خلينا مثلا نصلح السطح كامل بالشكل هذا اقول له اصلح لي لعين اشغل اسناب اوكي من هنا ابدأ مشيلي بالطريقة هذي للبيت ككل صح وهي احطط الطريقة هذي للخارج وارجع اغلق الاسبلين اقول له ياس ثم اذهب لعينة احطط ادخل اس اضغط بس اخطط الطريقة اقول له اوكي الان صلحت السطح كاذا الآن تمام كيف اقدر اتحكي من ثق ممكنني اضغط على هذا اضغط على زر يمين وكيف اضغط على زر يمين اقل له ايش حيثنى الآن اصلحت المسيلي الاخرنة الخاصة بايش بالولد صح؟ طيب اشتري اصلح المثيرات الخاصة بالباب موجود معي من اول اعتقد هذا هو قد صلحناها المرهولة صح؟ هذا الاول هذا الثاني بس لازم افعلهم UV Map على واحد واحد UV لانه مش ظاهر معي UV Map اوكي اضعته بالطريقة هذه بوكس لماذا؟ ما لها؟ لا عادنا ماشي شبعته عشان يتكحول الناس خلي الناس يتكحولوا UV Map اضعته بالطريقة هذه بوكس وباقي اخر واحد و اخر اثنين و اخر اثنين لا صح هذا و هذا انا تعارف اني انا ممكن احدد الاشكال و افعلها ايش؟ اساين على طريقة تطبق معي طيب فعلت UV Map من هنا و قلت تصليح ترى ايش؟ بوكس بوكس و الهو و الهو اوكي لنفعله انستنس اوكي طيب معي الارضية ايش اصلح لها ماتيريال خاص فيها باقي اخذ واحد من هنا هذا الماتيريال مستخدم ولا لا كيف اعرف انه مستخدم ولا لا ايش بالجوانب يكون معايا بالطبط بالزوايا يكون معايا ايش يعني معانات الماتيريال هذا مستخدم اوكي بارح الى هنا باقول له ارشن ديزاين واحط له لون لا اصفره بس اوكي وارح احط له لون ولا احط له ماتيريال ماب ارح افعل ماب الارضية واقل اصلح له بلاط بالطريقة هذه كيف اصلح البلاط بعد ما صلحت البلاط ايش يسوي هذا هو صح هذا اللي اعملت الان ايو اوكي احطه هنا بلاط ارح له عند الالوان اللي موجوده معايا التكستشير احط لون ولا احطه شكل صورة اخذ صورة جاهزة اوكي بارح اخذ صورة جاهزة شكل صورة جاهزة صورة جاهزة خصوة جاهزة اوكي رخام أسود رخام أسود خلينا أحطوا رخام أسود بالطريقة هذي هذا التمثل أوكي أوكي الآن بعد ما طبقته بالطريقة هذي بارح أفعل إيش بارح أفعل له تفعيل ظهر معي حاجة إذن بارح أعمال يو بما بسه يو في مر يو في مر يو في مر بالطريقة هذي وأقول له صلح لي هو إيش بالقياسة كيف أحط القياس كيف أخليه القياس يكون مببوط أول حاجة أعملها أرح من هنا صح من الخصائص الخاصة في أخونا في الله هنا أنزل إلى تحت أقول له صلح لي إيش إيش اللي نسويت أنا غيرت aquí أعتقد أه both مثلت أنا غيرت أنواع البلاط يعني في معي هنا أنواع البلاط شايفين كيف يتغير معي الشكل ايش شايفين مربعات بالطريقة طيب برح اصلحه واحد في واحد من عنفين من هنا من عنف التكتشر اقول له ايش واحد الى واحد صح 0.05 وهذا واحد بعد ما اصلح من واحد لواحد ارح اعدل بكاسط من هذا المكان اقول له كم اشتيه هنا 60 والثاني اقول له 60 انتقل او لا انتقل اوكي 60 في حاجة ظهرت معين 60 في 60 انا هذي مشكلتي مع هذي أخوانا في اللحن ايش 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 او الاخوانا في اللحن او الاخوانا في اللحن شكرا للمشاهدة انا بضبطه على الكهيفي لأ طلو صلح لهو اش بشكل تقريبي مبدئيا انا انا محيط تريد ماكس حقيه مش عارب لاش منزلت تريد ماكس العادي نبا اعسس قلت خلينا اجرب همم؟ خليني اجرب اشوف التوزيع هذي كيفا حلوة ولا مش حلوة واحد واحد انتظر انتظر هناك شيء غير صراحة طيب صلحتنا البلط بالطريقة هذي صح وضعت اطقل الميلي اوك الان لان اظاهر الشكل الموجود معي هنا افعل كاميرا صح كيف اقدر اعمل كاميرا من فين لتوضح كاميرا يا اختنا في اللب اوكي باحط كاميرا من هنا تارجت كاميرا ممكن ان احدد الزابي منذ الحين بالطريقة هذي مارداش صح وبعد ما اصلحت كده احدد كاميرا تارجت احط في اي مكان كنترول سي سي الان داخل كاميرا اوكي كده تمام ولا لا وانا احس المكان شوية صغير اوكي 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 الان اللي باسويه ايش باحط المتيريالس الخاصة في ايش او قبل ما احط المتيريالس خليني اقص ال ايش الجدار هذا عشان ما يطلق معي اقصه من فين من قائمة المودفاي انا محدد على الكاميرا اروح اخوذ ايش افحل اخونا في الله اللي ايش كان اسمو كليبينج بلانر افعله ايش كليبينج منولي صح واخذ بالنير ابدأ ايش اكبرها شوية اختص معاي القدار اوكي 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 انا اش اللي سويته الان اتعرضني اش سويته انا ولا اعملت كاميرا بعدين كيف قصيت القدار اخفيته يعني يبدأ يرندر لي من ايش من وراء الخط هذا عشان كذا قصيت القدار اوكي طيب ارجع للكاميرا مرة ثانية افعل انهايد اول وايش اصلح ابدأ اكمل المتيريال تحقي طيب انا ممكن احط هذا لون ابيض مبدئيا اوكي وبعد ما احطيت الون ابيض في معاي الطاولة معاي الزقاج باصلح الزقاج ممكن اني ارح اخذ هذي هذي مش في قالصة افتح هذي وانسخ ثامت الزقاج الموجودة معاي اول احطه هين اوكي واحطه هين فوق الزقاج اللون الكراسي كيف اشي حط من اللون اسود او كروم اسود او كروم هم كروم طيب ارح الغط من هنا اقول له حدد لي لو سمحت ارجع ان ديزاين وممكن اخذ من المتيريال الجاهزة اللي موجودة معاي هنا اقول له صلح لي لو سمحت كروم اوكي واحط فن فوق الكراسي هذا وهذا ويبقى معاي حق الطاولة ويقلوا الطاولة طيب باقي معاي الايش الجلسة كيف اقدر اصل لها الجلسة ارجع ان ديزاين طبعا ممكن اني ااخذ من الجاهز ولا لا اخذ حاجة اسمها فابرك ما مش معاي حاجة اسمها فابرك طيب 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 باخذ قماش جاهز من عند البتماب بارح اخذ قماش جاهز احطه بايش من طريقة حصلت حاجة حلوة هذا المخطط هذا ولا هذا اوكي طيب انا حطيته بالطريقة هذي هذا البتماب وانزل الى تحت افعل ايش البنب صح القماش جاهز محفر طيب بارح اخذ من عند البنب ممكن اخذ بيتماب كمان باخذ بيتماب بالطريقة هذي في معاي هنا شكل كلو اقل لعب في حاجة ظهر معي الموتيريال هنا لا صح طيب باحطه هنا نحط له او لا نحطه اصلا انا اجرب ارندل اشوف ايش اللي قبهر معاني او انحطي الموتية واواواواواواواواواوا Colorado F3 Top هنا صح كانت النعلة الاتفاح عادي perspective move 0 ونزله قليل الى الاسفل طف الاسناب طيب ارح اخذ النعلة كيف علها ايش بولين صح بولين بك بي واخذ البوكس الموجود هنا اوكي الان بعد ما صلحت هذا ايش بعمل هم ايش اللي كان معاي برندر خربان المتيريال نشوف تفرك الزقية الزقية تمام الكروم كمان تمام تقريبا كله بيظهر بالاضاءة البلط البلط وفوق انا فاعل بسطح مش عارف دايش طلاع ما يسوي واخذ 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 اضاعات عامة واخذ حيث اضاعات عامة فري هل تشتريتنك تطفي كل الاشمارة ياس وبعدين افعل له ريترا ري ايش افعل الشادو صح ريتريزد شادو صح يونفورم سفركلا اقول له صلحه لي ايش يونفورم دفيوز وبعدين انزل الى فين الى هنا اقول له صلح لهي مربع بالطريقة هذي واحطها هنا اوكي طيب بعد القياسات اقول له مثلا مترين مترين اوكي انا قلت طبعا ما كبرهش بالعادة كثير صح طيب احط واحدة هنا اوش خدني ارفعها الى فوق اوكي كذا طيب طب احددها الى هنا احددها الى هنا وبعدين ابدأ انسخ نقول له كم ثلاثة اوكي طيب ظهر معايا هنا صح او لا بس اتقاطع معي فين اذا ايش اصغره كيف اقدر اصغره اصغره اوكي اذا احددت من عند الملطفين و بدت اصغره يتصغر ايش الثلاثة انا مش اصغر الثلاثة اصغره بالاسكل و ابدأ اصغره بالطريقة هذه يصغر الحالة موف الى الاعلى قليلا اخبار انا و استشعر طيب ارا لها terrorists كيف اقدر احدد سلاصة يا بنات اجدتش يضغط هنا في معايا خطوط كثير في معايا هنا حاجة اللي تصلح لي ايش يقول لك ايش نوع سليكشن اللي تشتي في حاجة اسمها سليكشن فلتر الان هم محدد على مكتب يعني انا قدر احدد على اي شي بيتحدد معا لا انا ممكن ننزل لا تحت اقول له لايتس الان اول ما باقي افعل كده ايش يتحدد معايا فقط يعني اذا قدر تمسك اي شي ثاني لم يمسكش معايا اي حاجة ثاني غير اللي تشتيت احدد اللي تشتيت وانسخم بالطريقة هذي نسخ واحدة طلعن ثنتين كده هم بس المساحة لازم تكون صغيرة اصلا طيب اقوم بسكالة هذي بالطريقة هذي بالطريقة هذي موف الى هنا وهذي كمان نفعلها سكيل لانه هذي اداة الاسكيل مش نفس الاداة حق الاسكال الخاصة فيها لا اذا عدلت من قائمة المدفع من قائمة التعديلات بس اذا عدلت من هنا ما يحصيش مع اي حال لا موفق 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 انا صلحة مترين 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 انا كسبت بالريكتانجل مترين موفق بس انا اكلمتكم انه حتى لو معي مكان كبير لا انا نقص الاضاءة اقول له كم صلح له 15 او 10 نجرب على 10 كاميرا رندر شايفين الفارق الان اللي حصل ماي انا مستغرب حق فوق ليش متعرم انا حط دلون البيض واللي تهيئ لي هرفع الاضاءة شوية هنقل له 15 لا اضاءة تحت كما قل له خمسة عصة واصلح ايش المتيريال اللي فوق الثلاثة المتيريال نفس المتيريال اللي هنا انا حطته ما تحرش ها متعرش هم هم هل مضبوط لا تزعل نش منك هم 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 نتأكد من حاجة نتأكد من حاجة نتأكد من حاجة هم 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 نتأكد من حاجة هم 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 طبعا هاده بعدين باقي معانا الهيدن لايت باقي معانا الاسبوت لايت معانا حاجة هابيكول اوكي تقريبا تمام بس معاي المابل الخاصة في اوكي ترسميها رسمي تصليحي الويندوغ ايش اسمه خاص اوكي وتحفره بالبولين وتحطي الويندوغ ايش في ارك تقدر ترسميه بعدين فعليه اكثرود وبعدين تحفره بالبولين وتفعلي نفس الشي ترسمي النافذة نفسها تصليحي كل ماتيريال خاصة فيها الاجسام الزجاج لحاله التفصيلة كل واحدة لحالها تطبقيها طيب ارحلة عند الماتيريال اللي هو خاص باخونا في الله اللي هنا اغير نوع الماب الماب صراحة كان بشع كانت مشورة خربانة منكم منكم او مني اعتركم طيب اذا افعله لون فاتح شوية لون بني هذا اجرب الان و اهلا اعترد هذا افضل كذا سهل بقى تجرب من تجرب فاعل لي بس هذا المكان عشان اتأكد بس من نوعها عشان بس البنات ميقولوش حاجة ادخل لحنا شايف الفرق؟ بعده ما ظهرش هذا فاعل لي بلان داخل بلان و بلان دلطان أصلا اها عرفت هاي المشكلة اذا المتيريال نذهب داخل الى هنا من داخل هذا فاعل واحد لا واحد ماشي الآن إذا ما تصلحش أنا ما ليس دخل طيب الشرح الطويل هذا كامل الشرح الطويل هذا كامل شاهدين كيف تصلح اخرى ما تصلح الان بس بلاقي معين نويز والحاجات في معي المشاكل هذه هذا عادنا بالعقدش عايش عادنا نتكلمش على الرندر انتو عارفين عايش يتكلمنا عليه اناش قلتوكم المحاور لما اتكلم عليه نحنا بدأت المحاضرة شرحنا فيه كثير صح ولا شرحنا فيه كثير صح ولا شرحنا فيها كثير شرحنا فيها كثير كاميرا شرحنا فيها صح باقي معنا ايش اخر حاجة كانت الرندر الرندر عادنا ما تكلمناش ابدا طيب هذا بالنسبة لدرس اليوم عرفنا كيف ندخل البلان؟ عرفنا كيف نرفع من البلان؟ الى المحاضرة الجاية الستوديو اللي صلحتوه اوكي الستوديو اللي صلحتوه بتحطولي داخله ايش الطاولة اللي صلحتوها اوكي اوكي انا قاس فاعلكم واقب متسلسل اوكي اللي ما اشتغس البداية اللي يبدأ ايش معادي يقدرش يوصل للنهاية اوكي اوكي طيب الواقب حقاكم قلتلكم ايش صلحوا لي البلان الستوديو اللي صممته اشتيت تصميم حبوب شوية تصميم مواقعية ايش مع الكيرب اه بنفس الطريقة بارسم الكيرب وبعلم محل الاكستروب برجع اتعلمكم على الكيرب لا الان لا اه ا انت طيب المحل الاكستروب اتعلمكم على الكيرب صلحه مربع صلحه مربع بعدما علمك كيف صلحه كرب ترجع تحطه في بابا على طول اوكي اللي يطلع الان الكرب هذا اللي جاي معك كده صلحه مربع وبعدين المحاضر الثاني تحذب هذا وتصلح الكرب خلصت أتفقنا على المحاضر ماهي الطاولة الطاولة اشفقها من صلح شواك؟ شوك العقاب اللي يصلح شواك يرفع الدم لا يعني ماهيش حاك يسمع كلامه عدني كنت بطلب سكاكين سكاكين ماهيك دائما نفس فكرة الملعقة تسحبه من هنا و تسحبه من هنا و تسحبه من هنا على اسمه ماذا نفسها؟ بس الكسل الكسل حقيقة الكسل طيب خلاص زي ما اتفقنا المحاضرة الجاية تصلحوا لي الحاجات هذه وإن شاء الله المحاضرة الجاية بنكمل لكم موضوع البلان وعلمكم كيف صلحوا الهيدن لايت والأسفورت لايت خلاص 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 خلاص